خرجنا من هذه القمة بالمناسبة بمجموعة من المكاسب أو المكتسبات أو قل خرجنا ببعض من دوائر اليقين دائرة اليقين الأولى حلو مصطلح دائرة اليقين ده جرت جالا والله دائرة اليقين الأولى أن الحل يبدأ وينتهي دائما في القاهرة ده الواقع اللي بيحل الأزمة الإنسانية في غزة القاهرة اللي بيعقد قمة بهذا الحجم هو القاهرة اللي بيقدر يوصل الصورة القاهرة اللي بتقدر تمارس ضغوط القاهرة طيب يبقى دي كده دائرة اليقين الأولى إذن الحل يبدأ وينتهي من القاهرة دائرة اليقين التانية القاهرة أقوى بكتير بكتير مما كان يتصور البعض في الداخل وفي الخارج أقوى بكتير القمة وهي شغالة القاهرة تمارس الضغوط تخش المساعدات إلى قطاع غزة مش انتظارا حتى تنتهي القمة وهنشوف إيه اللي تقال وإيه اللي ما تقالش وهنعمل إيه ويا طرى يا هل طرى القمة شغالة والعربيات داخل الغزة إذن دائرة اليقين التانية القاهرة أكبر كثيرا وبمراحل عما كان يتصوره البعض في الداخل وفي الخارج طيب دائرة اليقين الثالثة لو لم يكن الجانب الصهيوني قلقا إلى أبعد حدوده في تاريخ الصراع من 48 وحتى هذه اللحظة باستثناء طبعا 1973 لأنه دي كانت منتهى القلق والخوف والرعب والهلع الصهيوني لم يكونوا يتصورون على الإطلاق إن الجيش المصري هيعمل فيهم كده مش متصورين على الإطلاق ليه؟ لأنه هم الحقيقة باتوا في حالة من حالات الهيام بأنه طبعا خيالا بأنه هم انتصروا في 67 لأنه عملية إحنا ملحقناش نخش حربة في 67 انت ضربتني وأنا على الأرض ضربتني وأنا على الأرض أنا ما دخلتش معاك في مواجهة في 67 أنا ملحقتش لأسباب عدة أنا اتضربت على الأرض لأسباب عدة أنا ما كملتش وخدت قرار لانسحاب علشان أبدأ أعمل عملية أعادة بناء الجيش بتاعي وعملت مجموعة من العمليات العبقرية والملاحم البطولية من 67 نفسها لحد 73 عارفها العالم باسم حرب الاستنزاف جت في 73 جبت الجيش الإسرائيلي على الأرض فكانت جلدة تصيح مستغيثة بواشنطن الحقونا يا كاد المصريين أن يلقونا بنا في البحر ده نص مكالمتها حتى في الموقع من الخايب عملوا كده طب ولم أنت ما تهزمتش كنت بتعايت للأمريكان ليه فدي حالة الهالعة بتاع 73 لكن هرجع بديك لليقين أو دائرة اليقين التالتة هم أن هم عايشين فعلا في حالة هالعة دلوقت رعب حقيقي ليه ما كانش متصور اللي حصل يوم 7 أكتوبر 2023 ده خالص كل مرة ما كانش متصور طب ما هو ده هدم لأسطورة أجهزة الاستخبارات الصهيونية ده فاصيل واحد لعبهم عالشناكل واحد وما كانوش عارفين حاجة وخدوا الضرب وعندهم قلق من تكرار مثل هذه الضربات ويطرى الضربة الجاية هتيجي إزاي وشكلها إيه ومن فين ومن أنهي حتة في الحدود ولا عن طريق أنهي اتجاه فهم عايشين في حالة قلق وكانت هناك تصورات خائبة أن مصر مش هتخش على الخط أو قل كانوا بيحلموا وبيتمنوا وبيصلوا لربنا مصر ما تخشش على الخط بس مصر دخلت على الخط بكل ما أوتيت من قوة وثقة السياسية طب هل مصر قوية وثقيلة سياسيا هم القمة القاهرة إيه؟ بلاش قمة القاهرة؟ لا ده أنا هبدأ معاك الأسبوع اللي فات كل كام رئيس وكام رئيس حكومة وكام ملك وكام أمير وكام زعيم وكام قائد كانوا بيتصلوا بالرئيس تليفونيه من رئيس مجلس إدارة العالم الأخ جو بايدن لكل الرؤساء اللي موجودين بقى من أي حتة من أسيا من إفريقيا من أوروبا من أمريكا اللاتينية الكل كان يقوم بالاتصال والبعض تكلف عناء السفر وأتى إلى القاهرة وصولا إلى هذا اليوم القمة يبقى مصر صاحبة ثقل سياسي ضخم مهول فهو كابوس آخر بيعيشه الكيان الصهيوني هي مصر دخلت على الخط الله هي مصر تقيلة للدرجة دي معقول القاهرة تحمل كل هذا الثقل لدرجة أن جو بايدن يتكلم مرتين ثلاثة والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الحكومة الإيطالية ورئيس الحكومة الإنجليزي ده مجلس إدارة العالم بيكلم الرئيس المصري ده مجلس إدارة العالم بيجي يقعد مع الرئيس المصري بس خلاص طيب تواصلا وإصرارا باستماتة على أنه العالم لازم يعرف لازم يعرف أنت كمان لازم تبقى شايف وعارف وأنت تساهم في إيصال الرسالة كل مواطن عربي يستطيع أن يساهم في إيصال الرسالة الفلسطينيين في قطاع غزة بيعيشوا مش أوضاع صعبة الفلسطينيين في قطاع غزة لا يعيشون ليست حتى أوضاعا مأساوية أو بائسة هم خارج نطاق الحياة ترجمة نانسي قنقر